السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي لك سؤال أخي المشاهد يا من تشاهدني الآن هل تعمل المعاصي؟ هل تقع في معصية وبعد تلك المعصية تفكر أن تصلي أو تفكر أن تقرأ القرآن أو تفكر أن تسمع درس ديني؟ فتجد أن الشيطان يأتي إلى أذنك ويقول لك هل تظن أن الله عز وجل سيقبل منك عملك هذا بعد المعصية التي عملتها؟ أو يقول لك أنت منافق لأنك تقع في المعصية وبعد ذلك تذهب للاستغفار وتذهب للصلاة وتذهب لقراءة القرآن؟ احذر فإن الشيطان عدو مضل مبين الشيطان لن يتركك أبدا في حالك فلابد أن تكون أذكى منه واحذر أخي الكريم أختي الكريمة من الاستسلام للشيطان طبعا كلنا نقع في المعاصي وكلنا نقع في الذنوب ولو كل واحد فينا أذنب ذنبا فترك العبادة وترك الاستغفار وترك الصلاة وترك قراءة القرآن ودخل إلى قلبه اليأس وأصبح بعيد عن الله عز وجل فلن تجد فوق الله فوق هذه الأرض أحد يعبد الله عز وجل لأن البشر كلهم يقعون في المعاصي فأنت لابد أن تجاهد نفسك من ناحيته الأولى أنك تواضب على الطاعات واضب على الطاعات واضب على الاستغفار ولو وقعت في المعاصي واضب على الصلاة ولو وقعت في المعاصي واضب على قراءة القرآن ولو وقعت في المعاصي والمسألة الثانية أنك تبتعد ما استطعت عن المعاصي هذان الطريقان لابد أن تمشي فيهم طول حياتك إلى أن تدخل إلى قبرك الأولى أن تواظب على الطاعات ما استطعت الثانية أن تحاول ما استطعت أن تبتعد عن المعاصر المعصوم هم الأنبياء المعصومين هم الأنبياء الصحابة رضي الله عنهم وقعوا في أخطاء ووقعوا في معاصر ووقعوا في ذنوب فأن يأتي لك الشيطان يقول لك أنت الآن تريد أن تصلي وقبل دقيقة أو دقيقتين أو ساعة كنت تعاكس فتاة أو كنت في معصية من المعاصي فإحذر من الشيطان أن يغلق عليك باب التوبة وباب الرجوع إلى الله عز وجل السلام عليكم